لقيت إسرائيل غتل تبرر قتل 270 فلسطيني استرجاع أربع أسرة سوى نتنياهو الموضوع كأنجاز عسكري بس في خمس نقاط بينفوا هالشي باليوم الثاني أعلنت حركة حماس أنه إسرائيل قتلت ثلاثة من أسرها بنفس العملية بيّن أنه الحكومة الإسرائيلية ما هم استرجاع الأسرة قد ما هم تلاقي وراء بتبرر مواصلة الإبادة بمجزرة النسيرات تحديدا صعب تتحجج إسرائيل أنه قتلت مدنيين بالغلط مثل ما بتقول عادة تغطي النارية الجوية والقتل المباشر لأي شخص صلع بدرب القوة الخاصة كان محسوب ومخطط سلف هيدا تحويل النية الإبادية لأفعال العملية صارت باليوم 246 من العدوين على غزة بكل هالفترة ضغط العسكري استرجع 7 أسرة بس بالمقابل قتلت إسرائيل تقريباً 41 من أسرها بغزة 105 أسرة طلعوا بالصفحة الأولى ومفروض بعت في 120 أسير بغزة بين عيشين وميتين العملية أكدت أنه جيش الإسرائيلي لوحده ما قدر يسترجع الأسرة أمريكا لعب الدور أساسي أولاً بالشغل المخابراتي ثانياً بالشغل على الأرض الوحدة الخاصة فاتت بشحنة مساعدات انطلقت من الميناء الأمريكي جوه المخيم جنود تنكروا بتياب عمال إغاسي ونسحين وبعد استرجاع الأسرة أخدوهن على الميناء الأمريكي نفسه شهود نجم من المجزرة قالوا أنه انشافوا جنود أمريكيين وموقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أنه في خلية أمريكية شاركت بالعملين رغم كل هالشي ملعبت ورقة الأسرة لصالح نتانياهو ثلاث وزر استقالوا من حكومة الحرب احتجاجاً على أدائه وزيد إسرار الأهالي على استرجاع أولادهم عبر صفقة سياسية مش عبر العسكر